وهو إحنا عادة يا دكتور بنقول إنه التعليم هو أكبر وأفضل مشروع لأي أسر يعني أنا لو بعلم أولادي النهاردة وأنا يعني بحط كل ما أملك في تعليم أولادي بحيث إنه هما يفضلوا أفضل وأحسن أنا عملت كنز جواهم وحضرتك في هذه الحالة تشيل العبء من الدولة لأنه هو قادر يعني ممكن يكون مثلاً 3 أو 4 ومثلاً جارين مكتب صغير وعندهم صوفت وير أو 2 أو 3 من المجال اللي هم يحبوا يشتغلوا فيه ويبتدوا ياخدوا مشاريع فالدولة لازم تشوف الطريقة إنها هتدلهم بعض المشاريع لأن دول مش هيدروا يروحوا نفسه الشركة الكبيرة هل مثلاً المشروعات دي لحضرتك بتقول إنه الطلبة يبدأوا مثلاً يعني حتى وإن كان في السنة الأخيرة فأياً كان يعني لو إنت إحنا المسأل علشان حضرتك تخصصك في الهندسة الإنشائية فإحنا بنتكلم عن الهندسة الإنشائية لو ده موجود في السنة الأخيرة ولكن إنت عايز يبقى موجود في كل الجماعات في كل الجماعات وكل التخصصات وبدري عن السنة الأخيرة آه يعني بنتكلم من سنة تانية بداية التخصص ممكن يعني هو طبعاً ممكن يعني المسؤولين يفكروا في الموضوع ده بس إحنا مثلاً في كندا وامريكا بيبتدوا سنة أولى يعني أول ما دخل بيبتدي يتعلم حاجة بسيطة وبأصل التكنولوجي دي اللي هي أخدت 35 سنة عشين نبنيها ما هي دي أجزاء فانكشنز ما هي دي اللي بتخلي الدول المتقدمة تقفز يعني فإحنا عاوزين نقفز معاها كماني حضرتك يعني يعني مشاركة مثلاً سيدة الوزيرة نبيلة مكرم بالأفكار اللي عندها يعني أنا كتير لما بكلم معها في التكنولوجي أنا بتعلم منها بالأفكار دي مفروض على المستوى ده على المستوى الرئاسي تتنقل للوزارات المختلفة للوزراء المختلفين وبعد كده لازم يقبقى فيه قرار يجاي من رئيس الجمهورية يجاي من رئيس الوزراء وهكذا بحيث أن احنا بنتكلم على توطين التكنولوجي طب هنوطنها ازاي لو احنا النهاردة مش عاوزين نعملها بس هي يعني خلينا نقول سورة حضرتك هي مع يعني الوزيرة الدقوبة النشيطة التي تقدم أفكار كثيرة الحقيقة يعني عايزة برضو أقول لحضرتك أنه هل في المبادرة اللي حضرتك بتقدمها حيكون فيه بقى زي بريزنتيشن وشغل في حركة من أبرز المشاركين في مصر تستطيع هو حضرتك أنا عملت بريزنتيشن لما حصلت الدعوة لعلماء مصر وأنا مش عاوز صبعا أتكلم عن نفسي أو أفتخر بنفسي الموضوع مش كده خالص أنا أتكلم عن الشباب لكن طبعا يعني وجدت أن فيه اهتمام شديد من الجميع ده حتى الله رحمه الفريق العصار أنا اجتمعت معاه على الموضوع ده بالذات بس إحنا عاوزين نوصل لمرحلة أنه فعلا نبتدي ننفذ الكلام ده يعني خلاص تقريبا الموضوع ده معروف زائد أنه هو اتجاه الدولة يعني الرئيس السيسي عاوز توطين التكنولوجيا لذي مختلفة ده حقيقة يعني أنا مثلا الأسبوع اللي فات كان عندي دعوة أن نحضر في الهيئة الأندسية توطين موضوع تاني خالص ما لهش علاقة بموضوعنا اللي هو إلكتروميكانيك وتعلمت كتير جدا لأنه شفت إيه اللي بيحصل يعني فيه حاجات بوزيتيف وفيه مشاكل لازم تتحلق وهكذا فالواحد تتعلم وبعدين السيستم اللي هو هيعملوه لتوطين حاجة ما هو ممكن يستخدم لتوطين حاجة تانية يمكن معرفش حضرتك كان عندك فرصة تتابع أسبوع يعني أسبوع إنجازات الصعيد اللي كان موجود فيها السيد الرئيس ومر فيها على محافظات الصعيد وكان بيهتم حتى بالمزارعين إن هم يدخلوا على جداول التنمية والابتكارات والتحديث بشكل عام فأعتقد إنه يعني الدولة المصرية كلها بتدور على نفس الشيء يعني إحنا بنتكلم على مصر الرقمية مصر اللي بتروح لمنطقة تانية يعني في نفس الموضوع يعني ننتكلم على الزراعة النهاردة الزراعة ممكن تتعامل على الأرض أو ممكن يصمم لها بعض الهياكل أو منشآت وبيعملوا الزراعة وديه في البلاد اللي عندنا الباردة أو اللي حاجة يعني كل الموسم وحتى في البلاد زي نظام الصوب زي ما مصر بتعمل الصوب هنشوف المهندسين اللي هم هيصمموا الصوب بأشكال أو نعوة طالفة اللي هم في الصعيد مثلا يعني كل مجموعة زي مشروع مصر مثلا 100 مليون اللي تم فيه زراعات كثيرة جدا فممكن أن احنا نطبقه في أماكن كثيرة حتى لو ما كانتش على أرض زراعية تقصد ها طبعا الأرض الصحراء ده هده هي يعني متاخدش يعني بالذات الأراضي اللي هي مش زراعية يعني الأراضي الزراعية ممكن بس كمان ممكن وبطريقة أخوة كمان الأراضي غير الصلحة للزراعة كمان الصحراوية مثلا ها طبعا ومصر فيها نسبة أراضي صحراوية عظيمة يعني فالمهندسين اللي طالعين من جماعات في أي مجال يعني بنقول مباني كباري أبراء كهرباء ممكن ناس تزرع الأسطح ها مثلا تبقى حاجة بديعة في بلاد بيعملوها بس طبعا الحاجات اللي زي كده محتاجة بقى طبعا يعني علم سليم عشان ما يحصلش انهيارات أو مشاكل في المباني عشان الميا فهنا محتاجين المهندسين برضو طبعا فدي يعني هتبقى فرص عمل موجودة زاد ان احنا عاوزين ما ننساش نقطة مهمة جدا اللي هي عاوزين نصدر لأفريقيا والبلاد العربية طبعا هنصدر لأفريقيا ازاي لو احنا نفسنا مش عاوزين نوطن التكنولوجي ونستخدمها في المشاريع القومية ما نقدرش بس نعمل مشاريع طب وعملينها بايه بأنه تكنولوجي كمان ده اسئلة تتسئل طبعا اللي هم تعود على تكنولوجي معينة هيدافع عنها وهكذا بس أنا ما بتكلمش أنا بتكلم على مشروع وطني ما بتكلمش على مشروع معين أو هذا طبعا فدي تحتاج رؤية عليا من ناس عندهم القدرة على تحليل هذه الأمور ويدرسوا إيه اللي موجود إيه اللي مستخدم وإيه اللي ممكن نعمله مثلا بتكنولوجي زي اللي احنا بننتجها من 35 سنة ترجمة نانسي قنقر